موسيقى أهلا بكم مرة تانية في تمانية الصبحة موتورز النهاردة نتكلم على موضوع له أكتر من زاوية وأكتر من أهمية هنتكلم على الشاكمان في العربية الشاكمان له علاقة وطيدة جدا بالتلوث لما بتلاقيه عربية ماشية قدامك مطلع عادم أسود قاتل يعني فله علاقة كبيرة جدا بالتلوث ولو علاقة كمان بشيء فيه غاية الأهمية خاصة الأيام دي وهي استهلاك البنزين إزاي الشاكمان ممكن يأكل أو يستهلك بنزين أكتر في العربية لو كان محتاج صيانة لو كان فيه مشكلة وطبعا اللي هيقول لنا على كل التفاصيل والمعلومات دي ضيفنا وزمننا العزيز معتز عاطف خبيرة سيارات أهلا بك يا معتز صباح يا زكاية صباح يا زكاية صباح يا زكاية ما أخبارك إحنا عارفين شكل الشاكمان أعتقد ما فيش حد في الدنيا بقى مش عارف شكله لأ فيه لسه آه فيه بس كمال طب وإنت هتقول لنا إيه هو وإيه لسميته بيعمل إيه بصي هو باختصار شديد فيه ناس ببتعرفش الشاكمان مش هقول ستات عشان انتوا بتزعله فيه ناس كتير ما بتعرفش مكان الشاكمان فين في العربية هو بيعمل إيه طب هو بادي من فين كتير أوي ناس بتبقى متخيل أن الشاكمان ده هو الجزء الخلفي لتحت الاكسدام بس ابتدى من فين ووصل لفين ما عندهمش معلومة أو مش عارفين دي فإحنا عندنا صورة ويمكن ده حاجة عشان نساهل على يعني ستات المشاهدين هو الشاكمان العربية طالع من أول مطور لغاية آخر جزء في العربية لغاية الآخر خالص وفيه أكتر من صورة أنا كمان يعني عايز ناسة بعارفة أن الشاكمان بيبقى ماشي في بطن العبادي ده من أول جزء خالص جنب يعني صورة من يمين ده من الأورجز وآخر حاجة لديلينة دي دول في الحتة دي كلها علبة الشاكمان آه بس احنا كده عندنا علبتين وغير علبة البيئة يعني بصي في الأول فيه ما صورة وبعد كده في علبة صغيرة دي علبة تلبيئة وبعد كده علبة في النص دي اللي باسمها سيلنسر أو كاتم الصوت دي اللي بتكتم الصوت العربية لأن لو دي مش موجودها يبقى صوت العربية عالي وبعد كده العلبة الأخيرة بتكتم صوت أزيان الواحد وهو ماشي تبكسر فتلاقي صوت الشاكمان بقى رفو هو شاكمان لو كسر من أي حتة الصوت بيعلى بس ارتفاع صوته بيختلف درجات حسب الكسر من فين يعني لو كسر من قدامه خالص من عند الموتور صوته بيعلى جدا لو كسر من بطن العربية صوته بيبقى أقل شوية لو كسر من آخر ممكن ما يبقاش صوته عالي قوي بس هو الجزء الأمامي هو دايما الصوت بيجي من ناحيته أكتا ده شكل الشاكمان في بطن العربية باش تلاقيه بادي من أول الجزء اللي هو الأنطرة ده جي من الموتور ماشي في بطن العربية للآخر خالص الشاكمان بيطرد العادم اللي بيخرج من الموتور والعدم اللي بيخرج من الموتور ده بينتج عن الموتور بيسحب هوا المتور دورانو الميكانيكي عبارة عن هوا بيجي من برة بيسحبه بيعدي على الفلتر يقش جوا بنزين بينزي بمرششات والشرارة اللي بتيجي من البو جي دول بيعملوا الحريق الداخلي جوا غرفة المطور بعد ما المطور بيتحرك لازم الهوى ده يضطرد بره المطور ويخرج بره عشان يسحب هوا تاني الهوى اللي طالع لونه اسود بيبقى الفيلتر بايز ولا بيبقى فيه مشكلة مع المطور بوس انتي قلت حاجة حلوى هو له علاقة وطيدة بالسلاك البنزين وله علاقة وطيدة بالتلوث خلينا نقول انه هو كل العالم دلوقتي شغال بعلبة البيئة البيئة اهمية ان هي التنقي العادم وتخرجه باقل ضرر للبني ادم هو شكمان في الاساس بياخد العادم ده يخرجه بره شفنا في اوقات كتير قوي عربيات بيبقى العادم الشكمان موجود في اماكن عالية الاوتوبيسات بيعملوا الشكمان ساعة فوق عشان يبقى شبه المدخنة عشان ما يبقاش في وشنا للأسف احنا طبعا الشكمان طول ما انتي يقفى في اشارات الهوى ده بيجي انتي تستنشقي فعشان كده كل العالم متوجه من سنين حتى احنا في مصر العربية تبتلك وله دلوقتي فيها حاجة اسمها علبة البيئة من اول سنة كده تاني يعني عربيات لغاية فين لا في عربية من تسعين فيها علبة البيئة بقى انه كتير يعني بس هو كل شوية بيتطور بيتطور يعني ايه يا موضوع بقى متطور زيادة عشان يقلل كمية التلوث اللي بتخرج لنا في البيئة يا لو علبة البيئة دي كسرت ممكن صاحب العربية ما يصلحهاش او يستغنى عنها عربيته هتمشي كويس بس هيدورهم بيئة في مصر احيانا بيعملوا كده ناس بيستغنوا عنها في بره يتحبس لو استغنى عن علبة البيئة يعني لو حد شال علبة البيئة ومشي في الشارع من غير علبة البيئة والعربية حد عرف او اتعمل لها فحص صاحب العربية بيتحبس مش يعني مش بيهزروا معاه لانه هو كده بيدور بارواح البنية وفي تلوث للبيئة طيب احنا بنعرف منك وبنتعلم حاجات علشان بس تعرفنا يما نروح نصلح حاجة ما يدحكش علينا زي ما بيقولين دايما يما تروح يبقى خبطت شاكمان يقولك اصل علبة الشاكمان اتخرمت دي مقصود بيها انهي جزء اللي انت بتتكلم فيه اللي هو علبة البيئة ولا جزء تاني بصي بالنسبة لك انت مش بيهزروا معاه فيه لكن الراجل دايما بيقول ايه علبة الشاكمان اللي هي مقصود بها ايه احنا بنعرف من فين زي ما لتلك هو الشاكمان جاي من اول للاخر خالص احيانا انا انت اي حد بيرجع الورى الشاكمان اوطى جزء في العربية وهو راجع ورى بيروح قابط في الرصيف قابط في الرصيف اضع في حتة في الشاكمان بتتكسر انت ونصيبك اضع في حتة دي ممكن تبقى العلبة الورى ممكن تبقى العلبة اللي في النص لو فيه شاكمان ملحمة قبل كلا يتغير كله ولا بيتلحم ولا جزء نفسه صغير اللي اتكثر لو في التوكيل غالبا الشاكمان بيتغير كله لكن برا في مراكز خدمة أو شكملات كتير فبتقدر يضغيري علبة علبة بتغيري المسهورة بتغيري حتى علبة البيئة لأنها علبة البيئة في حاجات فك وتركيب بيبقى أمرها سهل بس في حاجات فيها لحمات أحيانا في التوكيلات لا بتتعملش فبيتعمل الشغل ده برا يمكن بورش الصيانات الشكملات موجودة في مصر كتير في كل حتة فأنت لو كسرتي الشكملات تقدر يتلحميه في حال أنه هو مش دايب كلمة مش دايب يعني إيه خلاص مش مستهلك لكن هو مستهلك لأ هتطريد غيري الجزء اللي اتقسر بمعنى إيه مستهلك المفهودة غيره كل قدقية تقريبا هو ده عمر افتراضي أحيانا بيتخبت مرة واثنين وثلاثة فاللحان فيه بيبقى ملهوش لازمة وأحيانا ممكن تلاقي حد محافظة على العربية وقاعد بيه عشر اخمانساشة سنة شكمل العربية هو بس ما بيتخبتش أظن بس لو أنت بتركن في خبط فرصيف مطبات العالية النؤر النؤر لأ بس أي مطب عالي بتعدي ببطن العربية بطن العربية أول حاجة بيروح خابط فيها بسمع صوت بيحك في قلبك كده صح آه أنا أنا يعني ببقى آه خلي بالك يا جماعة برضو بالمناسبة إن هو الشكمل إن فيه مطب جديد على المحور فالنهار ده من دمن الحاجات أنا أعتقد هو دايما الواحد بيروح واخد المطب وطاير بس يعني لو طرتي هتبعيدي بالشكمل عن المطب بس هي المطبات اللي بتيجي في بطن العربية ودي محتاجة مهارة من اللساء إن هو يبقى شايف المطب لو حسن المطب عالي ياخد المطب بزاوية بالجنب لا يمكن يخبط بطن العربية يطلع على المطب كله يا ناس عبره مطب عريض على ما أوصل بالكوتشتين اللي قدام برا المطب طلع جبل البطن العربية متعلق فساعتها بروح طلع المطب بالجنب عشان أطلع على أربع عجلات وارروح نازل تاني فيه ساعات بنشوف دلوقتي عربيات كتير فيها اتنين شكمل مش واحد بس صحيح كل ما حجم المطور بيجبر كل ما بيسحب كمية هوا أكتر كل ما لازم يطرد كمية الهوا دي أسرع عشان هو من موظائف الشكمل غير إنه هو بيوطي الصوت ويخرج العدم لبرا إنه هو كمان لازم يطرد الهوا ده عشان مطور يسحب هوا غيره وهكذا يفضل مطور داير يعني انت لو في عربيات الشكمل سدتيه العربية بتبطل ليه بتبطل لأن كمية الهوا اللي جوة بتضغط على المطور ممكن يتسدق احيانا لو كيس بلاستيك مثلا لازق في الشكمل بصي لا كيس بلاستيك لوازق في الشكمل هي مريحة شياته هيخوفك وهتفتك العربية بتتحارق لكن هو عمره ما بيتسد إلا مع علبة البيئة بتتسد داخليا أو بيحصل جواه مشاكل من الاستخدام أو الاستهلاك على فترات طويلة لكن هو من جوة ما بيتسدش بيتخنق الخنقة دي سعب بتبقى سبب حرارة المطور أو شخنية العربية وعدم انتظام الحقيقة عشان كده بيقصر على البنزين لو تسد بيقصر على سلاك البنزين يعني هو في حاجتين يقصر على سلاك البنزين لو الشكمان مخنوق والعربية تسخن وفي نفس الوقت في حال ان هو الشكمان فيه مشكلة في علبة البيئة أو في الحساسات اللي بتقرأ العادم اللي خارج بتلاقي الدخل السود اللي انت كنت بتقولي عليه في الأول اللي هو في آخر العربية مش ماشية مزوط وهنا هتلاقي لمبة شاكنجل منور او لمبة شاكنجل منتنور معناها ان الحريق بتاع المطور مش منتظم وده اللي بيخرج لنا العادم اللي لونه اسود اللي احنا بنبقى شامينه بيقوله حريق ني او عادم اسود مهبب كده بيبقى مش ممتظم بسبب ان المطور محرقش الكمية البنزين ده فخارج عادم اسود بيدايق السدر وبيعمل تلوث في البيئة عنيفة وبيباوز علبة البيئة كمان يعني هي دايرة مغلقة العربية مش مظبوطة العادم يبقى وحشي باوز علبة البيئة علبة البيئة الحساسات اللي فيها طبوز تقرأ تشاك انجن وتلاقي كل الدايرة دي من لخبطها والعادم نخلق رينا كله اسود وبيعمل مشاكل في النفس فيعني موضوع ما فيهش عبدا اللي بيبسيق ما بيشوفش العادم الاسود والي وراه بوسي احيانا انتي بتحسيه في ريحة العادم لو انتي وقف وراء العربية طبعا انتي اكتر واحدة متضررة بس العادم مش مظبوطة العربية نفسها بتحسي ان هي كل واحد عارف عربيته يعني عارف امتى المهم ان احنا نقول للناس ده ممكن يأثر على العربية نفسها عشان ما يسبهوش طبعا هو العادم لو في مشكلة بيأثر على علبة البيئة وعلبة البيئة لو فيها مشكلة هي دايرة مخلقة ما فيهاش اي حاجة هتخرج من السليم شكرا يا معتز العفر ايه بتنورنا وبتشرفنا وبتفيدنا دايم شكرا اللي وجودك معين